اشتركوا في القناة من موقع الصحوانت مقاومة البيضاء تستحدث جبهة جديدة بالصومع وتهاجم الميليشيا في الزهر وفي الشأن السياسي وزير خارجية عمان يدعو نظيره اليمني لزيارة مصقط لبحث جهود الحل السياسي ومن العنوين خاشق جي يدعو التحالف لحسم معركة اليمن ويستبعد الحل السياسي وركز الموقع على خبر تدهور الحالة الصحية للقيدي في حزب الإصلاح محمد قحطان وجاء في التفاصيل أكد نجل القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان تدهور حالة والده الصحية المختطف لدى جماعة الحوثي وقال عبد الرحمن محمد قحطان إنه بلغهم عبر مصادر خاصة نبأ تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة وطالب نجل قحطان جماعة الحوثي بعرض والده على الطبيب ليتمكن من الحصول على خدمة طبية توقف حالة التدهور الصحية الذي يمر به وحمل الجماعة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة والده نتحول إلى موقع مصدر أونلاين الذي نقل على الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن سمير الحاج قوله تورط إيراني في إطلاق الصواريخ على السعودية من اليمن إلى تعز قصف متبادل ومعارك مستمرة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في مناطق المصرخ غرب تعز نذهب إلى عدن مقاومة عدن تحول مركز تجاري يتبع رجل أعمال متهماً بدعم الحوثي إلى مركز شرطة وذكر موقع مصدر أونلاين خبر نفي محافظة البيضاء استهداف مواقع المقاومة الشعبية بغارات جوية وقال الموقع نفى محافظ البيضاء نايف القيسي أن يكون رجال المقاومة في المحافظة قد تعرضوا لأي غارة جوية وفي تصريح للمصدر أونلاين قال المحافظ القيسي أن رجال المقاومة في البيضاء لم يتعرضوا لأي غارة جوية من طائرات أمريكية ولا من طيران التحالف العربي وأن المعلومات التي نشرت عن ضربة جوية نفذها الطيران الأمريكي هي غير صحيحة البتة وأشر المحافظ أن رجال المقاومة يواصلون معاركهم مع ميليشيا الحوثي والصالح ويحققون انتصارات متتالية رغم فارق الإمكانات ونفى المعلومات التي تحدثت عن سقوط ضحايا من رجال المقاومة في أي تغارة جوية وطالب وسائل الإعلام بالتحري حول المعلومات التي تتلقها معركة حضرموت المؤجلة كان هذا عنوان لمقال كتبه حسين الوادعي في موقع مصدر أونلاين وقال الكاتب معركة حضرموت المؤجلة قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير والعصفة التي ستباثر كل الأوراق استولت القاعدة على المكلة في إبريل 2015 ونهبت أسلحة المعسكرات وأموال البنوك وأموال الأوقاف والضرائب وبدأت في بيع النفط أيضا استلاء القاعدة على المدينة بهذا الشكل مؤشر واضح على انتقال القاعدة اليمنية إلى مرحلة داعش انطلاقا من المكلة صارت القاعدة تدرب وتمول وتسلح وتتمدد إلى بقية المحافظات شبوى وأبيا ولحج وتتوسع نحو حضرموت الوادي قاوم أهال حضرموت وتظاهروا وحركوا المسيرات ضد طغيان القاعدة ونظام البوليس الديني لكن تجهلت الحكومة الشرعية والتحالف والعالم صرخات واحتجاجات المواطنين لا شك أن المعركة ضد القاعدة في حضرموت معقدة فبعد أن صارت تسيطر على عدد من المديريات في عدن وعلى حوطة لحج ومساحات كبيرة من أبيا فإن تفجير معركة ضد القاعدة في المكلة يعني بالضرورة تفجيرها في عدن وأبيا ولحج وقد لا يرى التحالف ذلك أولوية في ظل الانشغال بالحرب ضد الحثيين وصالح القاعدة تجند الشباب علنا في المساجد وتدربهم في معسكرات معروفة الإحداثيات وتملك فائضا ماليا وتسليحيا كفيلة بتسهيل خطواتها نحو الدولة وفوق كل هذا حضرموت محافظة يمنية تستغيث وتنتظر مشاهدين نذهب إلى موقع الموقع نستعرض أبرز ما غرد فيه من عنوين متفرقة اب تجدد الاشتباكات بين المقاومة والحوثي بحزم العدين والميليشيا تقصف قرى المواطنين عشوائيا نذهب إلى تطورات الأوضاع في تاعز 23 قتيلا من الحوثيين بينهم قيادي في غارات لطيران التحالف ومواجهات بمختلف جبهات القتال إلى محافظة صنعاء طيران التحالف يقصف تعزيزات ومعسكرا للحوثيين بمدريتي نهم وبني حشيش شرق العاصمة وتناول الموقع تفاصيل خبر رفض الميليشيا السماحة للمبعوث الأممي من زيارة المعتقلين لديها وقال الموقع قالت مصادر سياسية يمنية إن ميليشيا الحوثي رفضت السماحة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بالزيارة كبار المعتقلين السياسيين في سجونها وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي أشارت المصادر إلى أن ولد الشيخ طلب من جماعة الحوثي السماحة لهم بزيارة الصبيحي ورفاقه إلى أن طلبه قوبل بالرفض نقل موقع مأر بريس عن المتحدث باسم المقامة الشعبية في محافظة صنعاء قوله جبهات الإنقلابيين منهارة ولا نمتلك أي جبهات داخل أرحم وذكر الموقع مستجدات الأوضاع في تاعز غارة للتحالف والميليشيا تشدد الحصارة وتقصف المدنيين ب27 صاروخ عنوان الموقع في صفحته الرئيسية رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء المقدشي يتفقد المقاتلين على خطوط التماس في بيحان شبوة وركز موقع مأر بريس على تفاصيل المعارك التي شهدتها محافظة الضالع بعد أن استهدفت مدفعية المقاومة تجمعات للميليشيا وقال للموقع قتل أكثر من 17 مسلحا من ميليشيا الحوثي وصالح وجرح العشرات في استهداف مدفعية المقاومة والجيش الوطني بحمك تجمعا كبيرا للميليشيا أعلى نقيل الخشبة في منطقة الفاصلة بين إب والضالع وأكدت مصادر ميدانية تمكن المقاومة الشعبية من استهداف ستة دوريات عسكرية للإنقلابيين كانت تتواجد برأس نقيل الخشبة بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ووفقا للمصدر أن القذيفة أدت إلى إحراق دوريتين عسكريتين للميليشيا بشكل كامل وإلى مقتل أكثر من سبعة عشر فردا من ميليشيا الحوثي وإلى إصابة عشرين آخرين نذهب إلى موقع نيوز يمن نستعرض أبرز العنوين والأخبار فيه قتل وجرح في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين على مداخل منطقة العود غرب الضالع وعنونا الموقع أيضا عن الاتحاد الأوروبي استهداف مركز لأطباء بلا حدود باليمن هو أمر غير مقبول ونقل موقع نيوز يمن عن منظمة التعاون الإسلامي حصار وتجويع الآمنين في سوريا واليمن جرائم حرب تناول الموقع تصريحات وزير النقل المعين حديثا بشأن حركة الملاحة في موانئ ومطار عدن وذكر الموقع في التفاصيل أكد وزير النقل المراد الحالمي أن العمل في موانئ عدن يسير بوتيرة اعتيادية وخطوات متسارعة وأن تنامية حركة النشاط الملاحي تبشر بتعافي الملاحة وبعودة أمجاد موانئ عدن وسمعتها الطيبة على المستوى الإقليمي والدولي وأوضح الحالمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية التابعة للشرعية أن وزارته تعكف حاليا على إعداد عدد من التدابير والخطوات الطموحة لتنشيط حركة النقل في المحافظة المحررة وفي مقدمتها عدن بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أشار الوزير الحالمي إلى استئناف عمل مطار عدن الدولي من خلال الرحلات المنتظمة التي بدأت في إطار تنظيم وجدولة الرحلات الأسبوعية واليومية إلى عدد من الوجهات التي منها رحلتان أسبوعيا إلى العاصمة الأردنية وقريبا ستكون بصورة يومية ولفت إلى أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل بعض صلاة ومنشآت المطار لا تتقاطع مع إنسيابية الرحلات الجوية المعدة سلفا الحوثي وصالح مطالبان دوليا بالتفاوض مع الرئيس هادي لا الملك سلمان أو نجله تحت هذا العنوان كتب سامي غالب مقالة في موقع نيوزيمن عن رفض المخلوع الحوار مع الشرعية ومطالبته بإجراء حوار مع السعودية وقال الكاتب الحاح صالح وحليفه عبد الملك الحوثي منذ شهور على التفاوض مع السعودية يؤكد أمرين إنهما يريدان لعب الدور القديم في اليمن الشمالي ثم في ظل الجمهورية اليمنية كمنفذين محليين لاستراتيجية سعودية تجعل من اليمن دولة حاجز أو مركز حراسة حدودي متقدم داخل الأراضي اليمنية إنهما كحليفين حربيين داخليين على أن تمثيل اليمن محتكر لهما أو لأحدهما وأن أي يمني آخر من خارج عصبيتهما المزعومة إذ إنهما في تقديري مجرد فاعلين سياسي واجتماعي واملشاوي في اليمن لا يمثلان إلا من يلتحق بهما يبقى خارجيا ولا يحق له تمثيل المزرعة محنة اليمنيين ليست فقط في هذه الحرب الكارثية محنة اليمنيين هي في روحية أقطاب تحالف الحرب الداخلية من دون إسقاط مسؤولية أي طرف آخر محلي أو إقليمي على صالح وحليفه قائد جماعة الحثيين أن يمرنا نفسيهما على أن اليمن بلد كبير ومتنوع ومتعدد وأن منصب الرئاسة متاح لأي يمني من صعد إلى سقطرة بالانتخابات العامة مشاهدين نختم جولة اليوم من الصحافة اليمنية من موقع تغير نت تعنط حوثي يعرقل مساعي ولد الشيخ في اليمن ويهدد بإفشال إنعقاد جنيف الثاني الثالث ونقل الموقع النائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح الحكومة تسعى لكي يكون العام 2016 عاماً لتمكين الدولة في مختلف القطاعات ومن العنوين أيضاً ناشطون يدعون المبعوث الأممي إلى زيارة تاعز والميليشيا تواصل ارتكاب المجازر في المدينة واهتم الموقع بتفاصيل خبر مقتل نجل مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد بن موسى العامري في البيضاء قال الموقع قتل نجل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد الرشاد اليمني في المعارك مع ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إن أيوب محمد موسى العامري قتل أمس أثناء مشاركته في المعارك ضد الميليشيا في مدرية آل حميقان مشاهدين لا تذهبوا بعيداً فازن قصير ومن ثم نعود للصحافة العربية الصادرة اليوم مرحباً مجدداً مشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة صباح اليوم نبدأ من القدس العربي علقت الحوثيون يرفضون السماح للمبعوث الدولي بزيارة المعتقلين السياسيين في سجونهم ووفقاً للصحيفة فقد رفضت جماعة الحوثي طلباً تقدم به المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد للقاء المعتقلين السياسيين والعسكريين الذين تعتقلهم الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء في الحادية والعشرين من سبتمبر عام 2015 وتضيف الصحيفة أن ولد الشيخ كان قد طلب من الحوثيين السماح له بزيارة كبار المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي إلى أن الحوثيين رفضوا طلبه وفي موضوع متصل قالت القدس نقلاً عن مصادر دبلوماسية كويتية أن هناك تعذراً في انعقاد المفاوضات اليمنية في الكويت في الرابع عشر من يناير الجاري متوقع انعقادها في جنيف في الخامس والعشرين من الشهر ذاته وقالت المصادر أن الكويت لم تتلقى حتى الآن موافقة جميع الأطراف لاستضافة المفاوضات بعد أن بحثها وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي في زيارته الأخيرة للكويت في ديسمبر الماضي وأبدت الكويت ترحيبها إلى صحيفة الاتحاد اهتمت بتدهور الوضع الصحي في مختلف أنحاء البلاد وعنونت في إحدى صفحاتها توقفت خدماته بسبب الإهمال مستشفى عطق أنهكه المرض وتقول الصحيفة يصاب المرء بالذهول عندما يرى حالة مستشفى عطق العام بعاصمة محافظة شبوى النفطية بتلك الأوضاع المزرية التي لا تتناسب مع أهميتها وما تضخه في خزانة الدولة العامة وتقول الصحيفة توقفت خدمات المستشفى الذي تم افتتاحه عام 78 كهدية من دولة الكويت الشقيقة ليقدم خدماته لأبناء شبوى وبعض مدريات المحافظات المجاورة وتنقل الاتحاد عن الدكتور رامي لملس مدير مستشفى عطق في قوله أن المستشفى يشكو من صعوبات جم حيث توقفت معظم الأقسام عن تقديم الخدمة بسبب عدم وجود أطباء اختصاصيين لعدم استطاعتهم دفع رواتبهم حيث كانت تدفع رواتبهم سابقا عن طريق مكتب النفط ووزارة الصحة وتوقف صرف رواتبه منذ شهر يناير الماضي وحذر الدكتور لملس من توقف المستشفى قريبا عن تقديم خدماته بسبب عدم دفع رواتب الأطباء من جهة وبسبب صعوبة الحصول على الأدوية فيما لم يتسلم المستشفى أي تأدوية من وزارة الصحة سوى سواء الوريدية بسيطة من منظمة الصحة العالمية اليمن المشهد الراهن والمال البعيد والمآل البعيد تحت هذا العنوان كتب الباحث المغربي ماهر الملاح عن تطورات وأبعاد ما يحدث في اليمن وقال الكاتب بحكم الجغرافيا اليمن بلد خليجي اكتسب أهميته الاستراتيجية من وجهته على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن فهو البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر عبر باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الخاصة والذي يربط البحر بالمحيط الهندي عن طريق خليج عدن ليمر عبره يوميا أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط إضافة إلى واحد وعشرين ألف سفينة سنويا وقبال تشواطئ الحديدة وتعز يمتد أرخبيل حنيش وبحدود تقارب ألفي كيلو مترا يجاور الدولة النفطية الكبرى السعودية ويعني هذا كله أن أي تغيير في البنية السياسية للبلاد سيكون له نعكاس مباشر على أوضاع المملكة لم تخفي السعودية معارضتها الحراك العربي وبحكم الجوار نال الحراك اليمني أكبر حظ من تلك المعارضة وهو الذي ظل سلميا على الرغم من دموية صالح بغرض جره إلى العسكرة في بلد ينتشر فيه السلاح وبرعاية الرياض قدمت دول الخليج في إبريل نيسان 2012 المبادرة الخليجية يتنحى بمقتضاه الرئيس في مقابل حصوله على الحصانة ويتسلم نائبه السلطة ليحضر الأجواء لدستور جديد وانتخابات رئاسية تبعا لذلك توقف الحراك ليسمح للمبادرة أن تتم ما يجعل الشأن اليمني مركبا حد التعقيد أن ما يشهده وسيشهده من تطورات لاحقة لتسكين الصراع بين الأطراف المتنافسة إنما هو جزء من مشهد شامل ضمن استراتيجية تجديد آليات تحكم الولايات المتحدة في منابع الطاقة ومعابرها وأسواقها مشاهدين إلى صحيفة الخليج والتي تابعت العديد من المواضيع اليمنية تخبط شديد في مواقف القيادات المتمردة إزاء وقائع وتطورات لم تكن في الحزبان التحالف بين الحوثي وصالح في طريق الانهيار تضيف الصحيفة اتسمت مواقف قيادات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الآوينة الأخيرة بحالة من التخبط والارتباك لم تنعكس فقط في حالة الانهيار المستمرة في صفوف مسلحيها من جراء الضربات الموجعة التي تلقتها في جبهة القتال بل عكست أيضا حالة التخبط وسط تلك القيادات لمواجهة واقع وتطورات لم تكن في حساباتها من الواضح أن الانقلابيين بعد تسعة أشهر من الحرب لا يعتمدون على قوة الدفع الأولى للحرب عند بدئها فقد فقدوا الكثير من قدراتهم العسكرية وخسروا أجزاء واسعة من المناطق التي تمددوا إليها واحتلوها فضلا عن خسارتهم التدريجية للحاضنة الشعبية التي كانوا يركنون إليها تضيف الصحيفة يعتمد قادة التمرد والانقلاب في استمرار مغامرتهم ومقامرتهم ميدنيا على التشبث بما تحت أيديهم من مواقع مستغلين جغرافيا وتضريص تلك المناطق واستخدام إمكانيات الدولة المدنية والعسكرية وتورد الصحيفة أحد النماذج على عمق الخلاف وتوسعه بين طرفي الميليشيا وتقول هناك إجراءات عديدة اتخذتها جماعة الحوثي عبر اللجنة الثورية العليا من أهمها تعيين مقرب من الجماعة رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي وبهذا سحبت من صالح واحدة من أهم الوحدات المالية الإرادية في اليمن والتي كان الأخير يعين فيها واحدا من المقربين إليها إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت مجريات الاستعدادات للمحادثات السياسية وعنونة الحوثيون ينعون المحادثات وقف الحرب مقابل المفاوضات والبيضاء تشتعل تقول الصحيفة تحاول ميليشيات الحوثي إلى جانب الرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح عرقلة أي محادثات سلام جديدة مع الشرعية اليمنية عبر اشتراط وقف الحرب قبل انعقاد الجولة الجديدة تشير مصادر السياسية تحدثت للعرب الجديد إلى أن طرفين الانقلاب أي الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأس الصالح اتفقا على عدم الدخول بأية جولة محادثات جديدة ترعاها الأمم المتحدة ما لم يتم الاتفاق على وقف كامل للحرب وليس هدنة مؤقتة كما حصل بالتزامن مع انطلاق محادثات سويسرا وبحسب المصادر فإن الطرفين اتفقا على أن قبول الدخول في الجولة السابقة قبل الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار أدى إلى فشالها وهو ما يجب تداركه في الجولة الجديدة وترى مصادر تحدثت للعرب الجديد أيضا أن زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء لن تغير من الأمر شيئا وأن ممثلي تحالف الانقلاب سيبلغانه أنهما لن يشارك في أي جولة جديدة ما لم تتوقف الحرب في وقت ألمحت فيه مصادر مقربة من الحوثيين إلى أن المبعوث الأممي لا يحمل جديدا في هذا الصدد إلى صحيفة السياسة الكويتية عنوانت في إحدى صفحاتها إيران تعين قائدا للشرطة السابق مسؤولا عن ملف الحوثيين وتقول الصحيفة عينت طهران قائد الشرطة الإيرانية السابق اللواء إسماعيل أحمدي مقدم رئيسا للجنة دعم الحوثيين التي تطلق عليها السلطات اسم لجنة دعم الشعب اليمني وذلك استمرارا لمسلسل التدخل العسكري في الشأن اليمني لصالح الإنقلابيين وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مقدم حضر جلسة لمجلس الشورى البرلمان المخصصة لمناقشة الواضع في اليمن وعرض على النواب إبعاد التدخل الإيراني في هذا البلد العربي ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب نوذر شفيعي إسماعيل مقدم أكد استمرار إرسال المساعدات لليمن للإنقلابيين وتشكيل لجنة سياسية مهمتها هي إيصال صوت الحوثيين إلى المحافل الدولية مشيرا إلى أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف وسيستمر الوضع على هذه الحال خلال العام الجاري 2016 وتورد الصحيفة معلومات عن رئيس لجنة دعم الحوثيين يعتبر مقدم الآتي من صفوف قيادات الحرس التوري الإيراني من أهم القيادات الأمنية في إيران حيث كان له دور كبير في قمع الانتفاضة الخضراء بالقوة وفي قتل المتظاهرين في العام 2009 بهذا القادر من المطالعة للصحف العربية والمواقع المحلية مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لكشك الصحافة وإلى ملتقى جديد أترككم في أمان الله وحفظه ومع مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة